مطالبات من جديد بإنهاء الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في دارفور غرب السودان ودمج المتمردين في القوات المسلحة وفقاً لتصريحات القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان وفي ذات المسار تدخل وساطة جديدة برئاسة رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميردت حيث التقى في العاصمة جبا بقادة الجبهة الثورية لبحث سبل السلام ومع إصرار الجبهة الثورية لأن يحل اتفاق السلام في أديسابابا محل الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تربط الجبهة الثورية حضور قياداتها في حفل التوقيع النهائي بالوثيقة بشرط إدراج اتفاق أديسابابا فيها هذا ما أكده الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة المنظوية تحت لواء الجبهة الثورية معتصم محمد أحمد في تصريح صحفي الحرية والتغيير من جانبها لم تلبث كثيرا حتى خرج أحد قياديها معربا عن تفاجئ قوى التغيير من مثل هذه التصريحات نافيا ذلك جملة وتفصيلة الاتفاق الذي توفقنا عليه في أديسابابا والإجراءات التي توفقنا عليها تم إدخالها وإدراجها في الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ورغم إقرار الجبهة الثورية السودانية بمخرجات المفاوضات التي تمت بينها وبين قوى الحرية والتغيير في أديسابابا والقاهرة إلا أنها تبقى في حالة تأرجحا في مطالبها مع قوى الحرية والتغيير شكرا للمشاهدة